آخر سؤال بسرعة يعني لو سمحت لشيخنا بشكل سريع عايز أسأل الشيخ يقول أنا أعمل في مجال الحديد دائما ثيابي كلها ريحة غاز وبنزين هل يصح أذهب إلى المسجد للصلاة أو أصلي في العمل أفضل الآن إذا كان إنسان أكل أو أكل ثوم أو بصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي في بيته فإذا هذا الرجل يعني ثيابه بهالصورة هاي ما عنده منه إمكاني أنه يغيرها من شان الصلاة فيصلي في مكانه هذا يباح له وبعدين يوجد من شكله مع منه عامل تاني أو ثالث بيساويوا جماعة لوحدهم في المنشأة تبعيتهم أو نحن عندنا مثلا منطقة صناعية كانوا بنوا مسجد ولكن مشان ما يوسخوا المسجد كان كل واحد اشترى هيك مثل جب طويلة ومكتوب عليها اسمه لمن بيجع الجامع بيلبسها حتى ما يوسخ أو ينقل الأوساخ للمسجد بنصف دقيقة شيخنا بموضوع الدعوة ويطول الحديث الموضع متشاعب لكن هل تقتصر الدعوة إلى الله بالموضوع العبادات تزكية النفس أو لا تذهب إلى الموضوع السياسي إلى موضوع مواجهة الحاكم المستبد الظالم إلى دعوته إلى دعوة الناس للتخلص منه هل لا هذا كل مسألة من هذه المسائل تحتاج تفصيل نحن لما نكون أمام يعني ظلم كثير بنا ناخد هذا الظلم بهدوء حتى مثل ما قال ربنا عز وجل نعم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا لهم قولا لينا لعله يتذكر لكن الشأن العام جزء من عمل الداعية الدعوة إلى الله عز وجل في الصلاة ندعوه واحد عم يقربة من نبهه واحد ما عم ينصوه من نبهه من حكيه إنه أنت لازم يعني تعيش مع الإسلام وأوامر الله عز وجل للحديث تتم ربما شيخنا أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا نسأل الله تعالى أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه فضل الشيخ عبد النافع الرفاعي جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك شكرا لكم مشاهدينا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا على طيب المتابعة دمتم في أمان الله الله يبارك اشتركوا في القناة